اهلا دكتور اهلا دكتور هدى الرفاعي طبيب جلدي وتجميل اهلا بك اهلا بك كنت عايز اسألك عن حب الشباب كتير بيعاني من مشكله حب الشباب كنت عايز اعرف ايه اسباب حب الشباب طرق علاجه طرق القضاء على الاثار الجانبية بعد علاجه بالنسبه لموضوع حب الشباب طبعا بيبدأ فيه هو من اسمه حب الشباب يعني بيبدأ مع فترة البلوه فبيبدأ هرمون الاندروجين يزيد في الجسم فيبدأ يحفز الغدد الدهنية اللي موجودة في الجلد ان هي تنشط وتبدأ تفرز مادة دهنية اسمها السيبم طبعا الغدد الدهنية موجودة بنسبة كبيرة جدا جدا في الوجه والصدر والكتف والضهر او المنطقة العلوية من الظهر العماكن دي اللي بيظهر فيها حب الشباب فتبدأ الغدد الدهنية تنشط مع زيادة هرمون الاندروجين مع بداية البلوه فمع زيادة افراز مادة السيبم اللي هي المادة الخاصة اللي بتفرزها الغدد الدهنية ممكن الغدد الدهنية تتقفل فلما تتقفل يبدأ الوسط يكون مناسب لنمو بكتيريا بطبيعة الحال موجودة عند كل الناس اسمها بي اكني البكتيريا دي هي المسؤولة عن الالتهابات اللي بتحصل في حالات حب الشباب طيب فيه طبعا ممكن خطوط كتيرة جدا للعلاج رقم واحد المطهرات والحاجات اللي هي بتستخدم موضعيا على الجلد وفيه مضادات حيوية معينة ممكن تستخدم لكن ما بتبقاش كافية وبتحتاج استمرار على طول علشان تؤتي نتيجة رقم اتنين ممكن اللي هو علاج الرؤكيوتان او اللي هو اسمه ايزوتوريتينوين او اسماء تانية زي زيركتان او الكيور اكني لكن برضو مش بتبقى مناسبة لكل الناس بعض الناس مش بتتحملها لان العلاج ده بيعمل جفاف شوية شديد في الجلد خصوصا في الشفاه ممكن يعمل تساقط في الشعر ممكن بعض الناس بيشتكوا من اكتئاب اثناء اخذ هذا العلاج مشكلة تانية برضو في البنات المقبلات على الزواج ما يقدروش يستخدموه او المتزوجات بالفعل لانه هذا العقار بيعمل تشوهات شديدة في الجنين فغير مسموح ابدا ان واحدة يعني ممكن يحصل في حمل في فترة معينة ان هي تاخده لازم بتوقف هذا العلاج قبل الحمل بشهر واحد على الاقل طيب هل في بداية اخرى للرؤاكوتان طبعا في بداية اخرى بس قبل ما نسيب نقطة الرؤاكوتان لازم بنقول انه برضو علشان يدينا نتيجة كافية ويتحكم تماما في نشاط الغودة الدهنية بنحسب الجرع بان احنا بنضرب وزن المريضة في ستة يعني مثلا لو وزن المريضة مثلا ستين كيلو ضربناها في ستة هي محتاجة كده تلتمية وستين ارس محتاجة تلتمية وستين ارس الارس عشرين ميلي جرام يعني معنى كده ان هي لو خدت ارس كل يوم هتفضل تاخده سنة كاملة او ممكن تاخد ارسين في اليوم وتخلص الجرع بتاعتها لكن لو خدتها فترة قصيرة ممكن ما تجيبش النتيجة الكافية او مجرد ان توقف العلاج يرجع حب الشراب يزارتين طيب فيه بديل ليه العلاج بيغنينا عن الموضوع ده اللي هو العلاج بالليزر زي ما احنا قلنا ان فيه بكتيريا معينة اسمها بيئاتني اللي هي بتنشط مع الغدة الدهنية لما تتقفل وتفرز مادة السيمم وهي المسؤولة عن الالتهاب اللي بيحصل في حب الشباب مادة البيئاتني او البكتيريا البيئاتني دي بتطلع مادة اسمها مادة البورفرين مادة البورفرين دي انا لو انا استهدفتها بجهاز ليزر معين يبدأ يحصل فيها استثارة وتبدأ تقتل او تتحكم او تقضي على البكتيريا البيئاتني المسببة لحب الشباب الملتهب يبقى اذا ده اصبح خط تاني للعلاج العلاج حب الشباب بديل عن العلاج الدواء يعني او العقار ده بالليزر من اول جلسة ان شاء الله بتجد نتيجة لكن الجلسات ممكن تتكرر جلسة كل اسبوع تصل الى 8 جلسات للقضاء على حب الشباب باذن الله بعد كده بالنسبة للاثار او الحفر او الندبات او كده لها جهاز تاني ممكن اسمه جهاز السكارلت او جهاز الالايسز ده بيعمل بتقديد الريليو فريكونسي ده بيقضي على الاثار والحفر اللي هي بتظهر بعد الحب الشباب ما ينتهي طيب في كتير برضه من المرضى بيسألوا يقولوا هل موضوع الاكل له علاقة بحب الشباب هو يعني موضوع الاكل ده ملهوش علاقة قوي لكن وجدوا بس انه حاجتين بسطين قوي الموضوع الرمرمة والفاستفود الاكل السريع ده او شرب اللبن كتير يبقى اللبن منتجات الالبان اللبن والاكل السريع اللي هو الفاستفود او الرمرمة ده ممكن بتزود من حب الشباب السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم تاني مع برنامج صحتك مع امار وغنين طبعا كلامنا كان عن موضوع حب الشباب عن الاسباب وطرق العلاج لكن السؤال هنا هل في اشياء تانية برضو بتساعد في ظهور حب الشباب طبعا في بعض انواع المكياجات اللي لو حططيها وتلاحظ ان هي بتزود حب الشباب وتظهوره المفروض ان كنتي توقفيها لان بعض الانواع فعلا بتظهر حب الشباب برضو للناس اللي بتستسل كده وتقعد تحط اي كريمات على وشها ممكن يكون فيها مادة الكورتزون في بعض الناس بتعتقد يعني ان هي كلما تحط الكورتزون يبقى حاجة كويسة وبتعمل تفتح للجلد لا طبعا دي حاجة غلط لانها ممكن تظهر حب الشباب بالاضافة الى مشاكل تانية زي الضمور في طبقات الجلد او ظهور شعارات دموية في الجلد فاحنا ما نفعش ان احنا نستخدم برضو اي كريمات على الجلد بدون استشارة طبيب وما نستسلش في الموضوع ده طبعا لازم واق الشمس يكون مناسب للبشرة الدهنية لان برضو بعض انواع واق الشمس ممكن هي نفسها تظهر حب الشباب فلازم نستخدم نوع خاص بالبشرة الدهنية طبعا المنظفات لو انت بقى مش بستخدم مادة او مش بستخدمها عقار الرؤكوتان اللي بيعمل جفاف شديد في الجلد وكده يبقى لازم احنا نستخدم برضو منظفات عشان تخفف نسبة الدهون الموجودة على طبقة الجلد وتمنع تراكمها برضو ممكن نستخدم المقشرات الكريم اللي فيها بيعمل تقشير ده مفيد جدا لانه بيخلي الغدد الدهنية دايما مفتوحة فتخلي السطح مناسب جدا لخروج مادة الصيبم وعدم تراكمها لان انا وضحت لكم ان تراكم مادة الصيبم في الغدد الدهنية وانغلقها هو ده السبب في حدوث حب الشباب فانا لما بقى استخدم مادة المقشر او الكريم المقشر ده بيكون مفيد جدا في عدم تفاقم وزيادة حالات حب الشباب لانها تخلي الغدد الدهنية مفتوحة وتخلي مادة الصيبم تطلع على طول على السطح ولا تتراكم طبعا نصيحة تانية زي ما انا قلتلكم بلاش موضوع الرم رمع في الاكل او اكل الماد الكربوهيدراتية كتير السندوتيات والاكل السريع او شرب اللبن كتير ده برضو بيزود من ظهور حب الشباب في مشكله تانية ظهرت برضو حتى مع السن الكبير بصينا الاينا برضو بعد السيدات ممكن بعد السن الاربعين ويظهر عندهم حب الشباب فبيتعجبوا جدا او بيتبسطوا يعني لما نقولهم انت عندكم حب الشباب فبيظهر اكتر في المكان اللي هو يعني في منطقة الزقنة تبدأ تظهر فيها حب الشباب اكتر في السن المتأخر في المرحلة دي لازم برضو بنعمل تحليل هرومونات عشان نتأكد ان ما فيش اي اسباب ورا هذا الموضوع وبيكون العلاج المناسب لهم برضو ممكن ياخدوا الرأكوتان او ممكن ياخدوا في الحالة دي لعلاج الهروموني بيكون انسب لهم في العلاج يعني اللي عايزة قصد اقوله انه ممكن حالات حب الشباب تظهر حتى في سن الاربعين والخمسة واربعين بنشوفها الوقتي كتير جدا اهلا بكم رجعنا لكم تاني اهلا يا دكتور اهلا وسهلا يكون عايزين يتكلم بقى عن البوتوكس والاحتياطات اللي ممكن المتابعة بعد استخدام البوتوكس بالنسبة طبعا الوقتي استخدامات البوتوكس رقم واحد هي زالة التجعيد بس مش اي تجعيد بيشلها يعني هو اهم حاجة التجعيد اللي هي في المنطقة العليا من الوجه اللي هي حول العين والجبه اه برضو يعني هي الموضوع مش موضوع ترفيه قوي لان بعض الناس مع التقدم في العمر يبدأ الحاجب يسقط قوي على العين لدرجة انه ممكن يؤثر على الرؤية فالبوتوكس يرفع شوية من الحاجب فبدي اتساع للعين بدي احساس او مدى اوسع للرؤية برضو استخدامات تانية ممكن في زيادة التعرق البعض الناس بيشتكم من تعرق شديد جدا تحت الابط او او في الراحة اليدين او القدمين في الحالة دي بنحق البوتوكس برضو في المنطقة دي فبيسيطر على على شدة التعرق يعني بيخلى اللغضة العرقية تبطل افراز دي العرق لمدة مثلا 8 شهور تقريبا لعند ما تأثير البوتوكس يروح برضو استخدام اخر للبوتوكس اللي هو الابتسامة اللاثوية بعض الناس يعني بيكون عندها اللاثة العلية بتظهر مع الدحكة بتبقى شوية يعني مدايقاهم ففي الحالة دي برضو بنعالجها بالبوتوكس بالنسبة لسؤالك التاني اللي هي احتياطات المتبعة ليه بعد حقن البوتوكس ورقم واحد بعد الحقن تعمل حسابة انها تكون كده مصلي الفرد اللي عليها عشان ما تصليش بعدها اربع ساعات ما توطيش لان هو المفروض انها ما تخفضش رقصها بعد البوتوكس علشان ما ينزلش في العين يعمل مشاكل في العين رقم اتنين ممكن تعمل حركات تعبرية بس بعضلات حوالين العين او الجامحة من غير ما تدلك المنطقة رقم ثلاثة بتحول انها ما تتعرضش بعد كده للشمس كتير او مسونة او الحرارة علشان ما يعني تأثير البوتوكس ما يروحش بسرعة طيب يا دكتور انا بقى عايزة نصيحة للبنات في البيت ازاي تحافظ على بشرتها وتكون مجدودة دايما طول الوقت والله في حاجة بسيطة قوي كده ممكن تتباحها لو استخدمت كريم تقشير في البيت بحس نهاية تستخدمه صح يعني ايه صح يعني ما ينفعش ان انا احطه حوالين العين ولا حوالين الفم ده هيعمل احمرار وتهيج شديد في المنطقتين دول لو استخدمت التقشير مثلا مرتين في الاسبوع مع تجنب المنطقة حول العين وحول الفم ده بيعمل تجديد لخلايا البشرة بيعمل تفتيح نسبي للجلد وبيعمل فعلا يعني تجديد لخلايا البشرة وبيشيل التجاعد اللي هي السطحية الخفيفة كريمات التقشير طيب التقشير هل مرتبات هل طريقة غسيل الشأل البشرة هو طبعا بعد استخدام المقشرات لازم استخدم مرتب خاصة لو لقيت الموضوع يعني فيه تهيب شديد في البشرة والتونيك لازم استخدم المرتب اشكرك يا دكتور اشتبه اخر مرة ان شاء الله ان شاء الله هنتقابل في حلقة تانية ونورتينه اهلا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته